موسيقى الرئيس السيسي يستعرض مع جوتيرش جهود مصر للوصول لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة قوات الاحتلال تحاصر ثلاثة مستشفيات بغزة وجالانت يزور واشنطن لبحث سبول هزيمة حماس مجلس الامن الدولي يصوت اليوم على مشروع قانون بشأن وقف العضوان على غزة خلال شهر رمضان اخبار سابعة نشرة اخبارية جديدة تأتيكم من شاشة قناة نيلي الأخبار اهلا بكم استعرض رئيس عبدالفتاح السيسي مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيرش استعرض جهود مصر المكتفة للوصول لوقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكبين في قطاع غزة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد أنتوني جوتيرش سكرتير عام الأمم المتحدة بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية ولواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة وسيد فليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وسيد إيلين بانوفا المناصقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكبين بالقطاع سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة أو من خلال الأسقاط الجوي لا سيمة لمناطق شمال القطاع وقد ثمن السيد الرئيس في هذا الصدد مواقف السكرتير العام من الأزمة الجارية وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونشاطه المستمر لحسر المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين مؤكداً ضرورة طلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في ذلك الصدد ومشدداً على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيما يعد عقاباً جماعياً للفلسطينيين الأبرياء من جانبه أعرب السكرتير العام عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار مشيداً بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحاً بشكل متوصل على مداري الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة مشيراً إلى زيارته أمس إلى المعبر ومسنياً في هذا الإطار على ملمسه من جهد مصري ضخم لقيادة وإدارة عملية إصال المساعدات إلى أهالي غزة على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية معيداً التجديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزعها بشكل فعل على أهالي القطاع اللقاء الشهد تطابقاً في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لتساع نطاق الصراع وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينين من أراضيهم والرفض والتحذير من أية عملية عسترية في رفح الفلسطينية بما لها من تبعات كارسية على الوضع المتدهوري بالفعل كما شدد السيد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف استقبل أنتوني جوتيرش السكرتير العام للأمم المتحدة وخلال اللقاء ثمن شيخ الأزهر مواقف السكرتير العام للأمم المتحدة الواضحة في تحذير العالم من مخاطر العدوان على غزة وما قامت به منظمة الأنروا من جهود كبيرة تجاه اللاجئين في قطاع غزة وشدد فضيلة الإمام الأكبر على أن ما يحدث في غزة يهدد بهدم جهود التواصل والتقارب بين الشرق والغرب مشيرا إلى أن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه العدوان على غزة جاءت محبطة ومخيبة للأمم مع دخول العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة يومه 71 بعد المائة تصعد استهداف المستشفيات في القطاع فقد اقتحم جيش الاحتلال المستشفى الأمل في خان يونس والنصر للأطفال في مدينة غزة في حين واصل اقتحمه لمجامع الشفاء لليوم الثامن لا يزال الاحتلال الإسرائيلي واصل جرائمه بحق المدنيين دون تفرقة في هذا السياق أفاد الهلال الأحمر الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية تطوق ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة حيث تحاصر التواقم الطبية فيهم تحت نيران كثيفة بينما قالت إسرائيل أنها ألقت القبض على 480 مسلحا خلال اشتباكات مستمرة في مستشفى الشفاء شمالي غزة قوات الاحتلال الإسرائيلية تزعم بأن مسلحي القسام يستخدمون المستشفيات في غزة قواعد لهم لكن حركة حماس والتواقم الطبية في ذلك وزارة الصحة في قطاع غزة قالت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عشرات المرضى والعملين الطبيين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة كما أصبرت هذه العمليات عن استشهاد عدد من المرضى ويعد مستشفى الشفاء واحد من مرافق الرعاية الصحية القليلة التي تعمل ولو جسئيا في شمال غزة وكان مثل غير من المرافق يأوي أيضا بعضا من نحو مليوني مدني يمثلون أكثر من 80% من سكان غزة نزحوا بسبب الحرب أما في خان يونس جنوبي القطاع فقد أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقدمت أيضا وطوقت مستشفى ناصر في غرب المدينة تحت غطاء نيران كثيفة من الجو والبحر ومستشفى ناصر أحد أهم المستشفيات في جنوب قطاع غزة تأسس معام 1957 ويتكون من عدة طوابق مخصص بعضها للعلاج الطبيعي كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلية أن قواته بدأت عملياتها في محيط مستشفى الأمل بعد معلومات استخباراتية أشارت إلى استخدام المسلحين للبنية التحتية المدنية في أنشطة وصفتها بالإرهابية بمنطقة الأمل الهلال الأحمر الفلسطيني قال أن قوات مدرعة إسرائيلية أغلقت مستشفى الأمل ونفذت عمليات تجريف وسعت أنطاق في محيطه مما أدى إلى تعرض جميع أفراد المجمع الطبي لخطر شديد وحصار تم أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسامة الجنح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها تمكنوا من قنص ثلاثة جنود إسرائيليين بمحيط مجمع شفاء الطبي في مدينة غزة وقالت أن مقاتليها استهدفوا أيضا مبنانية تحصن بها قوات إسرائيلية بقديفة تي بي جي مضادة للتحصينات وإيقاع عدد من أفرادها بين قتيل وجريح في مجمع الشفاء وأضفت كذلك أنها بالاشتراك مع صراير قدس الجنح العسكري لحركة الجهاد دكت بقذائف الهون وقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء في تصريحات خاصة لقناتني للأخبار قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم منظمة غوث وتشغيل لجيين فلسطين أونروا في قطاع غزة إن اكتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية يعني تجريد القطع من عمل المنظمة تماما نحن نأمل أنه خلال الساعات والأيام القادمة يكون هناك تحرك كبير من كل الأطراف المعنية بعمل الأمم المتحدة بصفة عامة وليس الأونرو ولكن الاستمرار بهذا المنع من شأنه أن يؤدي إلى نتاج خطيرة وأيضا نحن نتساءل الآن ماذا سيحدث لو قامت إسرائيل باحتلال مدينة رفح هل ستمنع الأونروا أيضا ورفح فيها مقرات الأونروا وأكبر مخازن للأنروا يعني سيتم تجريد قطاع غزة من منظمة تعمل مع الناس من أكثر من 74 عام بهذه البساطة في سياق متصل أعلنت الأونروا أن إسرائيل منعتها نهائيا من توصيل مساعدات لشمالية قطاع غزة وقالت المتحدثة باسم الأونروا جوليات توما إن القرار تم إعلانه خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين أمس وجاء بعد رفض مكتوب لتسيير قافلة إلى الشمال الأسبوع الماضي كما أكد توما أن إسرائيل لم تقدم أي تبرير لهذا القرار قال يوافا جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي لدى مغادرته إلى الولايات المتحدة إن زيارته لواشنطن تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على التفاوق العسكري لإسرائيل هذه رحلة مهمة وهي تركز في المقام الأول على الحفاظ على الميزة النوعية العسكرية لدولة إسرائيل وقدرتها على الحصول على أنظمة دفاع قوي وذخائر إضافة إلى بحث العلاقات مع الولايات المتحدة والحاجة المشتركة إلى تحقيق الأهداف في غزة وهزيمة منظمة حماس وإعارة المقطوفين وإقامة ما نحتاجه لأمن إسرائيل أمام قطاع غزة أولا وأيضا أمام لبنان دكرت تقارير الإسرائيلية أن تل أبيب وفقت على مقترح أمريكي بالإفراج عن 700 أسير فلسطيني مقابل 40 محتجزا إسرائيليا لدى فصائل المقاومة الفلسطينية ونسبت هيئة البث الإسرائيلية إلى مسؤول إسرائيلي تصريحات عن استعداد تل أبيب لتقديم ما وصفه بتنازلات كبيرة من أجل إبرامي صفقة لاستعادة من وصفهم بالمختطفين وقال إن إسرائيل عرضت إطلاق صراح 7 من أصحاب المؤبدات الفلسطينيين دون فيتو على الأسماء مقابل كل جندية تفرج عنها حماس في الوقت نفسه ألغى مجلس الحرب الإسرائيلي جلستان كان مقررا أن يقدم فيها مدير المساد إحاطته بشأن مفاوضات الهدنة في غزة يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار تقدمت به الدول العشر المنتخبة في المجلس يطالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة خلال ما تبقى من شهر رمضان وأفدت تقارير أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار لإبطاله أكد الرئيس الفرنسي مانويل مقمو مجددا معارضته الصارمة لأي هجوم إسرائيلي على رفح محذرا من أن النقل القصري للسكان يشكل جريمة حرب وكرر خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي من يمين نتنياهو دعوته لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نيته تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى ذلك أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في تل الطحات قبلت بلدة ميس الجبل اللبنانية بالأسلحة الساروخية وقذائف المدفعية وحقق فيهم إصابات مباشرة في وقت سابق من أمس أعلن الحزب مقتل اثنين من عناصره في ضربات شنتها إسرائيل بعد غارات في شرق لبنان أصفرت عن مقتل مدني كما قتل مواطن سوري أمس في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة السويري بشرق لبنان هدد بني جانت رئيس حزب المعسكر الوطني عضو حكومة الحرب الإسرائيلية هدد بالاستقال من حكومة الطوارئ إذا أقر الكنيسة التشريع المقترح الذي يبقي على إعفاء اليهود المتدنيين من الخدمة العسكرية الإلزامية ولن يتمكن حزب جانتس وحده من أسقاط حكومة رئيس الوزراء ناتنياهو لكن وزير الدفاع الإسرائيلي واف جالاند يعرض أيضا مشروع القانون مما يشير إلى وجود معارضة داخل حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه ناتنياهو هدوة تطالب الأحزاب الدينية المتشددة التي تمثل نحو 13% من سكان إسرائيل وهي شريكة في الحكومات المتعاقبة بقيادة ناتنياهو تطالب بالسماح لناخبيها بالدراسة في المعاهد اللاهوتية بدلا من الخدمة في الجيش مثل أول مشتبه بهما في الهجوم على قاع الحفلات الموسيقية في موسكو أصفر عن مقتل 137 شخصا مساء أمس أمام محكمة في العاصمة الروسية التي ستقرر في شأن وضعهما قيد التوقيف الاحتياطية وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن المشتبه بهما وجهت إليهما تهمة الإرهاب ويواجهان عقوبة السجن مدى الحياة كانت السلطات الروسية قد تحدثت عن اعتقال ما مجموعه 11 شخصا من بينهم أربعة مهاجمين على صلة بالهجوم أعلن عدد من مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية في سنغال أمس الأحد فوز منافسهم باسيرو دوي مايفاي بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه مما دفع أنصار المعارضة للخروج إلى الشوارع للاحتفال مبكرا في انتخابات وصفها المراقبون بأنها تأتي على وقع أزمة سياسية كبيرة تتواصل في سنغال عملية فرز الأصوات بعد هائد دورة الأولى من انتخابات رئاسية حيث دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب إلى الاختيار بين سبعة عشر مرشحا بينهم امرأة وحسب استطلاعات الرأي يعد المرشحان الأوفر حظا للفوز بمنصب الرئاسة هما أمادوبا البالغ من العمر 62 عاما وأشغل منصب رئيس الوزراء حتى قبل بضعة أسابيع واختاره الرئيس المنتهي ولاياته ماكيسال ليخلفه أما المرشح الثاني فهو باسيرو ديو مايفاي البالغ من العمر 43 عاما وهو مرشح تغيير النظام والوحدة الافريقية اليسارية السنغاليون كان من المقرر أن يطلب أصواتهم في الخامس والعشرين من فبراير الماضي لكن تأجيلا في اللحظة الأخيرة بسبب خلافات وصفت بأنها إشكال دستورية شكل هذا الإجراء أنذاك بلبلة استمرت عدة أسابيع واختبارا للديمقراطية في السنغال بجانب اضطرابات أمنية أصبرت عن مقتل أربعة أشخاص إلى أن تم تحديد موعد الرابع والعشرين من مارس الجاري لخوض هذا المعترك الانتخابي ورغم هذا التأخير في عمليات الاستحقاق أعلن مراقب الاتحاد الأوروبية أن العملية الانتخابية في السنغال جرت بهدوء وفعلية وفي شكل منظم الرئيس المتهي ولايته حذر جميع الأطراف من استباق النتائج وطالبهم بالهدوء والانتظار حتى تقول عمليات الفرز كلمتها حرصا على استقرار البلاد وأمنها وفق المجلس الدستوري في تشاد على أسماء عشرة مرشحين للانتخابات الرئاسية من بينهم الرئيس المؤقت محمد إدريس دبي ورئيس الوزراء المعين حديثا سوسيس مسارة وتعقد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل في إطار الانتقال إلى الديمقراطية من حكم المجلس العسكري وتضم قائمة المرشحين زعيم المعارضة سوسيس مسارة الذي يعين رئيسا للوزراء الحكومة الانتقالية في يناير الماضي هذه هي المرة الأولى في تاريخ تشاد التي سيواجه فيها رئيس ورئيس وزراء بعضهم البعض في انتخابات رئاسية برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية وبتعاون المشترك بين الأكاديمية العربية وتحالف اليونسكو وقيم مؤتمر صحفي للإعلان عن موعد المؤتمر الدولي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية يؤقد المؤتمر في الفترة من 22 من إبريل إلى 24 من الشهر ذاته بحضور عدد من الخبراء والمعنيين والمتخصصين في الإعلام بكافة أشكاله ووسائله تحت مظلة جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الأكاديمية العربية يكون متحالف اليونسكو للثقافة الإعلامية والمعلوماتية بتنظيم مؤتمر دولي مهم عن دور الثقافة الإعلامية في دعم التفاهم والسلام العالمي وذلك في الفترة من 22 إلى 24 من إبريل القادم هذا المؤتمر بيأتي في وقت مهم جدا ولازم نجتمع كلنا ونشوف ماذا سيفعل الإعلام في وسط التحديات الكبيرة اللي بيتواجهوا النهاردة بانتشار وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي والأخبار الزائفة وكل التحديات اللي احنا بنواجهها كيف للإعلاميين أن يجلسوا جميعا مع كل الخبراء مع كل أصحاب العلم ونجلس جويا سويا ونخرج بعديد من التوصيات اللي يكون فيها فعلا يعني مبادئ وقيم واخلاقيات للإعلام يهدف المؤتمر بشكل خاص إلى التوعية بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام من أجل التوعية بالثقافة الإعلامية والمعلوماتية وخاصة للشباب وصغار السن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصات للخطاب القراهية والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة فأنا طبعا نفكرنا أننا نعمل المؤتمر ده عشان نوعي الجماهير بشكل عام والشباب بشكل خاص على أهمية التعامل مع وسائل الإعلام بالشكل الصحي وبالشكل السليم توعية الشباب أمر مهم جدا جدا وتنشئته التنشئة الصحيح على التفكير النقدي وأن لا يكون مستودع يلقى فيه جميع الأخبار الزائفة والأخبار غير حقيقية فهو مؤتمر هدفه الرئيسي توعية الشباب وده أمر مهم جدا جدا بجميع وسائل الإعلام الأخرى وسائل الإعلام لا تزال ضرورية للتواصل وقم صادر رئيسية للمعلومات والأخبار مما أصبح من ضرورية إدارة الاعتماد عليها بشكل حذر لتفدي التأثيرات السلبية لها في ظل الأحداث الراهنة التي يشهدها العالم وضرورة التغطية الإعلامية المتوازنة لها عقد هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن المؤتمر الدولي والذي يهدف إلى تصليط الضوء على دور الثقافة الإعلامية والمعلوماتية في ظل التعاون المشترك وسلام الدولي من مقر نعقاد المؤتمر نشو صالح أني للأخبار نظم المجلس العالم للثقافة ندوتان المرأة والإعلام وتحديات العصر في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بمشاركة نخبة من الإعلاميين والحقوقيين والمتخصصين في مجال المرأة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة حقدت ندوى بعنوان المرأة والإعلام وتحديات العصر وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمشاركة نخبة من الإعلاميين والحقوقيين والمتخصصين في مجال المرأة احتفالنا بالمرأة باليوم العالمي للمرأة وبعيد الأم وبتاريخ مشرف للمرأة المصرية اللي أهدت لمصر رجالات يعني قمم في كل المجالات يعني مثلا لما نلاقي أم علي باشا إبراهيم اللي هو الطبيب الشهير واللي عمل الأسر العيني واللي طور الدنيا دي كلها سيدة بسيطة جدا تكاد تكون أمية كفحت علشان ابنها يصل إلى هذا المكان ويبقى هو طبيب الملك ويبقى طبيب عالمي ليه وزن كبير جدا فالحقيقة الاحتفاء بالمرأة هو تقدير لكل امرأة مصرية ساهمت في رفعة هذا الوطن خلال النادوة تم استعراض عدة محاور وتجارب المرأة في المجتمع المصري المحاور الاجتماع وده جميل ده جدا في النادوة إنها فكرة إن التعامل مع المرأة في الأحيان ما هوش تعامل منفرد لأ ده لازم يكون له تعامل من خلال أكتر من محور وأكتر من منظور لأن الحقيقة أنا دايما عندي رأيي في حكاية صورة المرأة إن إحنا ما نتعامل مع صورة المرأة في الأحيان من منظور سطحي لأ ده إحنا لازم ننظر لها من منظور اجتماعي وسقافة المجتمعية اللي موجودة فيها من منظور اقتصادي دور المرأة في التنمية ولدت البطل عبدالله مصطفى ولد من احتياجات خاصة طفل توحدي فالحمد لله اشتغلتي معايا كتير إن أوصل به يعني الحمد لله دلوقتي عبدالله بطل في السباحة وفي الكاراتيه وربنا رزقني ببنتين تاوام قبل عبدالله واحدة الحمد لله مع لصان صحقوق والتانية بجرد ريوس تجارة والحمد لله أنا يعني بطلب من كل أم النهية الشغل مع ولادها والنهية وبالذات الأطفال للاحتياجات الخاصة لأنهم بيحتاجوا رعاية واهتمام أكتر من الطبيعيين تم التأكيد خلال الندوة على أهمية تمكين المرأة في مختلف المجالات بالإضافة إلى عرض نماذج للمرأة التي قدمت تضحيات من أجل بناء أبنائها وتقديم نماذج ناجحة في المجتمع المصري تأتي هذه الندوة في ظل الاحتفال بيوم العالمي للمرأة وأهمية دورة في بناء المجتمعات من خلال أنشاء أجيال قادر على المساهمة في بناء المجتمعات منذر أبو دوح أني للأخبار في ختم هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار الرئيس سيسي يستعرض مع جوتيرش جهود مصر للأصول لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة قوة الاحتلال تحصر ثلاثة مستشفيات في غزة وجالانت يزور واشنطن لبحث سبل هزيمة حماس مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف العدوان على غزة خلال شهر رمضان للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت نعل دوت إي جي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر